السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا حبابي وصحابي. السلام الناس. يا ربي تكونوا في احسن الاحوال واطيبة. سامحوني اليوم بش نسلم عليكم ونغير من قابلكم. ويجي على خطر والله العظيم سو بيزي على اللقر على اللقر على اللقر. وتعبان وكل شي الحمد لله يا رب العالمين على كل شي لكن والله تعفو كان وعاملة مجهودة كبير بش ننازل الفيديو خطران وعدتكم كل يوم. فبقدرة ربي وعد مني اني نحاول ننزل كل يوم لكن الجمعة الداخلة الخمسة ما جاين عندي احفادي بيجي وبحذي بشي بيت وبحذي خطر امم وابوهم سافرين فمع احفادي الاخرين الصغير فان شاء الله ان شاء الله نحاول بش ننزلكم كل يوم فيديو اذا ما نجمتش تسامحوني عن الاخر على اللقر والله العظيم ولكن هنا بش نحاول راو بش نعمل مجهودي ونعمل ونحاول نزلكم كل يوم قدرة ربي سو كان طويل الفيديو طويل ولا متوسط هنا بنتي سبقتني الصباح اه تعملي في قهوة اعملت قهوة بش نخرج نشربها البره معاكم وفطوري هو اليوم معملنا مرجيزة ذاك متاع الجيش حلالي بيعو فيه خاصة ذاي بمفوح ومعه جبن كي مش شفتو تحميزها في الغريل هذاك ونتنجم انتم تعملوا شوية زيت ومقلة يجيكم بنين ياسر انا ذاك ديما نعمل في فطور الصباح نعمل شوية زيت في المقلة شوية بالكل يدو بكنا مسحة اه يا ربي زبدة مش زيت لي بش دي بنينة ومبعضيك نحمرك الخبزة ذاك اي خبز عندي وبعد ما يحمار نعملو الجبن ونعمل كعبع ذاك مقلية ولا الي هو ولا جي ياسر بنينة طيارة ومحلاه نوع في طرص الصباح اهنا بعد ما فطرنا بعد ما طي بتلقاهوة خرجنا خرجت البرة معناه بش نفطرها لهناه وقعدنا نشوفو شوفو حبيت نوريكم اه 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 اتراك كيفاشك اللي يقص لحشيش مشكي متاعنا احنا صغير هدا اللي نقصو بيه للجاردن متاعنا الجنين متاعنا شوفو مكبر وتعرفك المشي وجاية ما شاء الله ويعني تدخل حتى للواد معناه فهمتك المنظر جميل والنيس طبعا اكيد تبدأ ماشية جاية معناه في المكانة داية محلة ان شاء الله يارب يرزقكم اخير منه وان شاء الله يارب يرزقكم ويهنيكم ويعطيكم ما تتمنعوا ان شاء الله ويرزق كل اهم حاجة يرزق كل اه اه ام ا او او كل زوجة متزوجة ومرحلومة مصغيرةب ان شاء الله الله يحرمه. ان شاء الله يعطيكم الضرية الصالحة. اليوم بصراحة وصلوني حويج عمنيلم اردن من امريكا. الشركة تو تشوفوها. ايجاوا معايا. شوفوا النوعية. شوفوا شنوه هوم اللبسة متاح حويج. واعطوني رايكم. مواتين نحب نشري نوعية منهم. ندران نوع ولا نفس يعني نفس الفصالة نشريها هنا هذيك. فانتم اعطوني رايكم. ايجاوا معايا. ونشكركم برشا قبل نرحب بيكم. نسمحون ادخل ديريكت. ديريكت فرنسي يعني نتكلم ومرحبتش بيكم. نرحب بيكم. ونقول لكم انا منتوحش لكم برشا. ونحبكم برشا. ومرحب باب المشتركين لقدوم ولا اجدود اللي مزالوا دخلوا معنا. ونقول لهم ربي بيجعلوا في ميزان حسناتكم يا رب العالمين. وهذا هايوي. بالنسبة الناس اللي ما تعرفوش هذي هايوي الجديد يجدو في بحضة داري. بيه. نتعداهم ملاتوا ونشوفوا الروب مع بع بعضنا. بسم الله الرحمن الرحي. اذا اذا الريح ما فماش برشا طولنا نخلي الصوت. مكاش نحي الصوت. او انا بديو بهيدي. ايش هايو اه حبش من العي. النوم رو كل شي. اه ها. اتشبه للموت. تشبه لنا كيف تكون في الشباب حتى كان هكذا مش لازم نربس نور كان هكذا معها السبتة هايك هذي روش نلطبس عليها نعم تكون هناك العبادات المتعدي نعم هذه هي حلوة هذه هي الباتن اهلا دهرة والهنا هكا ساقصناهم شفتوها كيفا جيت انا نحيت الصوت اخدت حافيتي وزاد الريح قوية شوية محلات نجم تسكر على جنب لحزين تنجم تحطه في الوسط تنجم زادها من تالي في اللي في طايا وحتى للضعافي جي ياسر طيارة هنا انا حبيت نوريكم معنا بالحاضر تشوفوها باش تاخذوا على رأيكم الشركة هذية احنا اخذينا فيها من قبل بصراحة حاجة باي برشة باينا باش ينبون اوه هذي احلى هذي كفت ما عاش منه بالحق اوه اخر كعبة هذي عجبتني برش هذي بالحق هذي عجبتني برشة خفيفة الاخرى محلية يا زيدا الاخرى هذي عمليلها بطان خاطر هيفة شوية الاخرى بلاش بطان متستحقش في السيف وتبرد ما تحس هاش تسخنك بالكو بالكل انا هنين بلاش خمارات لكن بس بتبيعتي عندي البيج يطلع عليهم الاثنين ونجم ان شاء الله طون باعة كيقصتها شفتوا الولاني كيقصتها وهذي نفس اللون خاطر فيها البيج استعملت البيج لحزين من نفس الشاي جيب في الوسط نجم تعمله في الجنب نجم تعمله من تالي بصراحة يضخم ياسر من المراهة ومحلية كي تبدأ لي بساروبة انا متعليم خاطر مش موجودين في كندا هذو ما عملنا هم اونلاين و جيتنا وشينية ذاية رايتوصل دول عربية الكل شوفوا مزينهم ومحلهم ورهاف كيما قطيكم محليةهم للصيفة يبردوا مهم الشكل ترونسبورون برشا واحدة باللاستيك في يدها واحدة بالفلساك تشوفوا كيفاش نجم تختار لون البيش كيما اخترتين هذية يجي عليها او تحب الاحمر ولا بردو الاخرة تدخل عليها الخمر الازرق واذا كانت يبلاش حجاب تضيك محلية تهبلة تعمل شعرك وتقدو تلبسها كتويلة مزينة وانا بالرغم انيش لابست ميق ولا حد شيء يعني بش لك تدار لابستها ان شاء الله تعجبكم انا بقودة ربي عجبتني بالقداب صراحة واشتهيتها لخيتي والساخواتي ان شاء الله وخيتي ان شاء الله بش نجرب واحدة نبعث كعبة واحدة نجيبة اذا كان وصلت لها بالامانة ونفس القياس وكيما حبينا اللون راني نكمل نشري ونبعث لهم ما كانش نشريهم نبعثهم للروحي ولا اني خسار ربي كنجيم روحة نهزهم في يدي ان شاء الله باهي بعد ما وردكم الروب بعثوني رايكم عاد نشري نفس الناس يعني الفصالة ولا موتتنيش الفصالة شنو ورايكم في الالوان حاصيل وراه ومش بعيدا كما قلت لكم تنجموا اي حد معناها الشركة هذية تنجم تشريوا منها حاصيل نتعديو للجهيد نتعديو للغسلين اليوم بصراحة عملت قلب قوي تقلبي هبطت في بالي شريت هذية ايزي اوف والدي جاب هالي قال ريت نحيك الشحم متعلمش وكل شي دي ما تستحقش تحكها فهنا فرحت ياسر مشيت جبتها قال يسخن الغاز سخنت الغاز وبعد ديك رشيتها وقال يخليها عشرة دقائق هيك مكتوب هي في الحكة ديك عشرة دقائق وبعد تقلق بالشري قد تعمل هكا تجيبها كلها يتنحل كل وين عملت هيك بعد عشرة دقائق رجعت لها البس لجويندويت كي ما تشوفوا ومشيت باش نبدأ عاد حضرت روحي جبت للوراق وباش نبدأ الريحة تشوفوا عمل في ريح واحد وانا ما نقول لكم شي حاصلوا ربي ان شاء الله يفضلكم ليا نعرفكم تتعاطفوا معايا نقول الكلام وانا ما نحبش نتكلم برشا بعدك انتو ما تبدو تأثر وتبدك حدكم عليا نحبكم برشا والله العظيم راني لبسه عليها غير جاست انا نعمل من جهة قوة كيكا الله ربي اخلقني قلبي حي قلبي رغم نبدا تعبين وكل شي لك نخدم ونحاول باش نعمل فيديوهات ونحاول باش ننظف داري زادة من غير حتى الفيديوهات ولا روتينيات ولا حد شي هدي هي طبيعتي وبديت نحب فيه شو الكاميرات تهز فيها الريح تبدل وانا نرجع في بلي تصور وهي تتقلب بالكاميرا ونعاود نمشي رجحها وقصيت بارشا فيديوهات حاصلوا حاصلوا حكيت 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 قلت لن نتنحها ولا قلت قتلي زاد مشيت جبت حكيك حديد كالعادة خطر وعملت بارشا ما سخون جبت الماء يغلي سخون وبديت نصب عليه خطر هو زيت مشحم وكان ثلج من نجموش نظفو كل جاي البرا وهي تشوفوها مكبرها ما تنجمش تدخل داخل ودكنت ثلوجيت وكله وبعدك تلهيت انا في التنقيل فوقه ولوطه كلي ما ما حكيت هاي شكاها وها بطلعت كيف ضيت لها اليوم قلت يزم لي نعمل لها نص نهار حاصلوا وشديت حكيكة عادية حكيكة حديد تعرفوا الحكيكة التونسية ذيكة متاع الحديد وطبعا اللومو ومي سخون وقوندويت حاصلوا وزدت هذي هذي البودر هذي بودر فيه جفيل وحكيت هش حكيته وبعدك زيت حتيت فوق منها وباقي ونحك ونعمل حاصلوا ويتنحى ونعاود ونصب الماء هو يهب وتنعاود حكيته خرينه وبعدك جاي راجي في بالي بشي عاوني هو تعب على الاخر قال لي ما التنقيل رجع عليه حاصلوا عملي شوية وهرب قطله بارمش يرتاح مش لازم طو نكمل انا كيما رب يعتاني من قوة ومن نجمش قال لي خليها خليهم نروح وقطله لي ارتا صيح حليت حليت فركت هاي لزمني نعم نحاصلوا ونصب في الماء سخون ونعاود نحك فيها ونعمل في اللمو بانواع والغسيل متاع جفيل والغسيل متاع المعون قلت متاع جفيل سامحوني ران داخله بعدي لاي لا الله محمد رسول الله حاصلوا ونحطوا ونحك ونعاود نشلل بالماء وبعدك قعد تنحك الزيوته والشيه ذاك اللي حابت عاود تغسلتها بالماء وحتى بارد مثال جو وقتها وننشف فيها خاطر هي كتنشفها تقوى تلمع وما يبقى ما يزاددش وبعدك انا غسلت هذوكم وحدهم غسلتهم كل ونرجح فيهم خاطر معناه يزم يرجعوا البلايسهم ما كانش يذيعوا ولا ويتمسخوا زيدا حاصلوا هنا خاطر انا بلايش محرمة لتعرفون لغالب راني شمرت على ايديه ما نجمتش نحكونا بالمحرمة والشيه كشفته والريح عمل فيه فانا حيت بتجي تخطيت الكاميرا كما شفته ونصفت على يديه وخليت كنن لوطة باركة لكن شفت كفيت باركاله تلمع ما رجل الحق خرجتها تشاهي تشاهي مش نقول لك الكبيرة صحيح الحاجة البيه الكبيرة الدار الواسع الكبيرة بيه اما في التنظيف التعب في الكبير الحاجة الكبيرة في التنظيف التعب فهمت وهذه هي ورجع التلمع كما هي معناها بقات حاجة قليلة مش مش حاجة كبيرة ان شاء الله ديما في المستقبل حسيل وانتعدى في طيرنا اليوم بعدها التعب ذايا قلت خلينينا بنتي شاهية لبلابي تونسي قلت خلينينا عملوش عملت مشيت اخذيت الحمص طايب الحقيق عندي خمص حمص شايح معناها منفخ لكن انا مشيت اخذيته باش يكون اسهل طريقة وباسرع وقت يعني فربوع ساعة هو طيب حتيت له الماء وحتيت له يغلي لين زيت طاب بالجدية حتى تفترش وانبعديك باش نخلط هني حتيت الزيت زيت زيتونة وحتيت معها فلفلاك حلو هريسة تونسية الهريسة اللي ورد هالك في الفيديو الاخراني بنتي جابت هالي هريسة تونسية وحليت شوية تابلو كروية طبعا وحتيت العظم هني غليت الماء وحتيت العظم فهمت؟ ولكن خفت يكوني مش مروه برشا مشيت عمت له هكا غلوة سكرت علي ديو برغلوة سكرت علي بعدك صبيت الماء بارد خليتو يبرد وبعدك حليتو تشوفوها كلي نص مروبة ومش مروبة برش حالي كل حال هني حتيت الماء ونحل فك الهريسة تونسية وطبعا باش نزيدها ونحب نحطو شوية ثوم لهني غلطي حتيت الزيت لوليني الزيت كتركضوا بالركاضة راهو هني حتيت الهروة الزيتة خطر الناقصة حرورة وحتيت الكمور بعدك حتيت ثوم باش نهرسها بالهاوكا وحتيتها باش نهرسها بالمكينة ولي كيت تخلطي ولي شفت الهريسة تولي بيضة تولي سبحان الله الزيت يبيضها يفتح شفتها وليت اورونجي اذاك رود بارك جيت خلط انتي الثوم متحطش الزيت اقبل خلط ورقض على روحك لفحات ودني كل ومبعد زيت الزيت زيتون هو حي باش الهريسة متكلكش اورونجية كمكاكا المهم حتيت الخبز كما شفت وانا فترشته الخبز هذيك البلابي التونسي الحر حتيت فترشته بعدك حتيت طيب على الاخر الهريسة الحمس والماء ونكيته زيت وقتا حتيتو حتيت فيه زيت مورد كومش الكمون شوية حتيت في الحمس بعد ما طعب حتيتو وحتيتو بعدك طبعا حتيت شفتها ولت اورونجية وبنينة لكن اورونجية اللونة بتاعها انتوما هاكا قلتوك مع الغلط اللي عملتها انا ما تعملو هاش اورونجية انتوما ما تخلطوش الزيت الزيت وعمرك ولا تركضو ختي والاورونجية مع الفحات حتيت كهاكا كعبت العظم نحيتها حليتها حتيت شوية كمون فوق منها وحتيت طبعا شوية طن او كفطورنا ساهل وفوق التعب وتبدو ان تتاعب وتغسل في الصابون ولا تتصيق عندك شوية حمس حاضر تغسلو بركة اول مرة ومبعدي كترميه في الماء ويغلب شوية كمون وشوية ملح ما تكثرش وحتيت الهريسة وحتيت فلوون زينت له بالمالح ما عنديش زيتون لهنا عندي ممالح وعندي فلفل اخضر مقلي من قبل الحار لانه نموت عليه وطبعا عندي شوية فلفل مسير هاكم شفتوه برلع بيت جاء على كيف كيف كسحين لبلابي شره تونسي مياه في المياه حسي وطوما قالي دمتم في رعاية الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوبوا لي اللهم صليوا السلام وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسلامة